ترأس دكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة الاجتماع التنسيقي الأول بين مملكة البحرين وجمهورية الهند والذي عقد عن بعد عبر وسائل الاتصال المرئي وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بتنسيق من وزارة الخارجية وفي إطار اتفاقية التفاهم بين البلدين الصديقين الموقعة في يوليو 2018 وفي بداية الاجتماع ألقى دكتور ميرزا كلمة أشهد فيها بما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية متميزة مثمنا الدور المحوري لوزارة الخارجية في تنسيق الجهود بين البلدين لتعزيز التعاون والتكامل التجاري والاقتصادي وعلى وجه الخصوص في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كما قدم الدكتور ميرزا عرضا مرئيا استعرض من خلاله الشوطى الكبير الذي قطعته مملكة البحرين في تحقيق الأهداف المتضمنة في الخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأبرز المشاريع القائمة والمستقبلية في كلا المجالين من جانبه استعرض الجانب الهندي إنجازات الهند والأهداف الوطنية الطموحة التي أعلنت عنها جمهورية الهند لإنتاج الطاقة المتجددة وأبرز المشاريع التي تعمل عليها الهند لتحقيق هذا الهدف وكفاءة الطاقة المتجددة